مجزة الثالث عصر من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصيرة تيلة في مصر من كافة الجوانب وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع في زراعاته مستقبلا جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري قطاع الأعمال العام والزراعة والستصلاح الأراضي وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تجربة زراعة القطن قصيرة تيلة بشرق العينات وفي جنوب الوادي وكذلك جهود توفير البزور وأجهزة الحصاد فضلا عن نتائج تحاليل التربة والمياه والمناخ في المنطقة لتتلاءم مع زراعة القطن من هذا النوع والذي يعدل أكثر طلبا واستخداما بسوق العمل وهو ما يتطلب تلبية احتياجات المصانع منه الأمر الذي يساعد على إقامة صناعات وطنية كذلك يسهم في توفير العملة الصعبة عن طريق خفض الاستراد من القطن قصير التيلة كما وجه الرئيس عبد الفتاح أسيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإتاحتها للمنافذ الحكومية والتمونية على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري التموين والتجارة الداخلية والزراعة والاستصلاح الأراضي وكذلك مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وقد أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها في الأسواق على مستوى الجمهورية وكذلك موقف المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة كما استعراض الاجتماع جهود الدولة للتوسع في إنتاج الأسمدة وذلك في ضوء كونها من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائية وحرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي حيث وجه الرئيس السيسي بتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلية نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد عسكري من قلية القادة والأركان التنزانية إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بهدف التعريف بالجهاز ودوره الحيوي في خدمة المجتمعين العسكرية والمدنية وذلك في إطار التعاون والتنصيق المستمر وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتنزانية وقد أكد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أن الجهاز يعد صرحا من صروح التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطنية بتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التي تدعم خطط الدولة للتنمية الشاملة تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية حيث تم ضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وقد تمكنت الوزارة خلال الأربعين وعشرين ساعة الماضية من ضبط خمس وتسعين قضية تمونية بمضبطات قرابة التسعة وسبعين طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية فقد تم ضبط قرابة سبعة أطنان سلع غذائية مختلفة وفي مجال البيع بأسعار الرسمية للسلع الغذائية فقد تم ضبط قرابة ستة وستين طن نهاية مجزة ثالثة من التلفزيون المصرية بشكر لحضراتكم في المتابعة وإلى اللقاء